الغضب والمشاعر السلبية والإحباط من أكثر سمات المواطن العراقي بحسب المؤشرات التي أطلقتها مؤسسة قالوب الدولية المختصة بإصدار المؤشرات والإحصائيات حول العالم والتي تركزت حول المعيشة والصحة وخلص الاستطلاع إلى أن العراقيين من أكثر الشعوب العربية غضبا بحسب استطلاع للرأي شمل أكثر من مائة واثنتين وأربعين دولة المؤشرات على سبيل المثال والستة التي اعتمدها قالوب أو معهد قالوب هي مثلا على سبيل المثال التضامن الاجتماعي ضعيف مثلا مكافحة الفساد ضعيفة العمر متوسط العمر في العراق أصبح ضعيف يعاني الأمراض الكثيرة الحماية الاجتماعية كأحدى المؤشرات الأساسية أيضا ضعيفة بالعراق حتى وإن شككنا بصحة هذا الاستطلاع فالواقع والتأريخ ينبئ بما هو أسوأ من ذلك بحسب متخصصين يرون في تعاقب الحكومات الشمولية التي استحوذت على خيرات هذا البلد الذي يعد من البلدان الغنية لكنه قد يكون الشعب الأفقر قياسا إلى حجم تلك الثروات التي ينعم بها يرون إنها شكلت هذه السمات المشاعر السلبية التي أعلن عنها ما أحد قاله في المرة الخامسة على التوالي أن العراق من أكثر البلدان سلبية في المشاعر هذا ناتج عن واقعهم الحقيقي بعد 2003 كان المواطن طموحات عالية جدا أصبحت هوة كبيرة بين الطموحات الحقة وما تحققها فعلا ناشطون مدنيون أكدوا أن ما يعزز ما جاء في التقرير هو الاستغلال السياسي للناس حيث اشتغلت الكثير من الأحزاب السياسية وأصحاب القرار على حاجات الفقراء والمعوزين لضمهم إلى أحزابهم من خلال التلويح لهم بالوظيفة أو الهبات المالية لتوسيع قاعدتهم الجماهيرية حتى وإن كانوا غير حقيقيين في ولائهم لهذه الأحزاب الحاجة تدفع الناس أحيانا كثيرة يريد يتعين وين يروح يريد يأخذ لفد معيشة محددة لازم يأخذ أيضا من هؤلاء السياسيين الدعم وهذه المصيبة مالتنا شراء يعني ذمم الناس في احتياجاتهم في مآسيهم محاولة للتبين بشكل منافق لهؤلاء الناس أنهم هؤلاء إلى جانبهم لكن أنا باعتقادي الحقيقة تتضح يوم بعد يوم كيف يمكن لك أن تتمتع بمشاعر إيجابية في درجة حرارة تجاوزت الخمسين وتنطفئ عندك الكهرباء لساعات طوال أم كيف يمكن لك أن تصبح متفائلا وعند مراجعتك للمستشفيات لا تجد كانونا لسحب الدم أو إيصال المغذيات وغير ذلك الكثير من المشاهد السلبية التي انعكست على نفسية المواطن العراقي بحسب ناشطين من بغداد وليد الشيغ الحرة